أكثر من عام ونصف مضت منذ إعلان منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس كورونا كوفيد تسعة عشر هو جائحة عالمية وبعد مئات ملايين المصابين وملايين الموتى ما يزال الجدل قائما حوله إذا ما كان الفيروس كذبة أم حقيقة إلى الآن مؤخرا مثلا انتشر خبر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية على الإنترنت تفيد بأن السلطات الأمريكية قبضت على الرئيس التنفيذي لشركة فيزر الأمريكية الألمانية ألبرت بولار بتهمة الاحتيال وتزوير بيانات الآثار الجانبية الخطيرة للقاح وذكرت بعض هذه الأخبار أن بولار محتجز الآن وينتظر أمر الوكلاء الفيدراليين بتفتيش منزله والعقارات التي يملكها في أنحاء البلاد وذلك نقلا عن صحيفة كونسرفيتف بيفر الكندية وبالرغم من كل هذه التفاصيل والمصادر التي ذكرها متداولو الخبر إلا أنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة على الإطلاق فبولار ومنذ انتشار الخبر في الخامس من الشهر الجاري ظهر في عدد كبير من البثوث الحية على تلفزيونات عالمية كCNBC وCNN وFOX Business ما ينفي الادعاء القائل بأنه محتجز هذا الادعاء المضلل نشره موقع كونسرفيتف بيفر الكندي بالفعل ولكن هذا الموقع هو موقع معروف باختلاقه للأخبار الكاذبة إذ ادعى سابقا مثلا أنه تم القبض على حاكم ولاية فيرجينيا الأمريكية بتهمة حيازة مواد باحية وكوكاين وهذا أيضا خبر كاذب كما نشر الموقع مرة مدعيا أن طيارة أمريكية تحطمت في المحيط الأطلسي بعد وفاة الطيار بنوبة قلبية بسبب حصوله على الجرع الثانية من لقاح كورونا وهذا أيضا خبر كاذب نشره الموقع المذكور